تبكنا لاعب نادي الطموح الرياضي للإعاقات الذهنية من التعلق في بطولة هيرو بوليس وحصد ثماني ميداليات متنوعة في رياضة ألعاب القوة ولعبة تنس طولة إلى التفاصيل في إنجاز يعكس عزم وإرادة لاعبين نادي الطموح ظهروا الشباب الكويت بمستوى عالي من الأداء واستطاعوا من خطف ست ميداليات ذهبية في بطولة هيرو بوليس وعيانا فضل الله سبحانه وتعالى حصروا على ست ميداليات ذهب بمشاركة البطولة نادي هيرو بوليس المقامة في القاهرة وفضل الله سبحانه وتعالى بالمنافسات من 230 لاعب ومن أكثر من خمس دول عربية النجاح الشباب الكويت ما توقف عند هذا الحد وأضاف الفريغ ميدالية فضية وأخرى برونزية في مسابقة تنس الطاولة وألعاب الغوة وأكدوا على تنوع مهاراتهم وقدرتهم على التنافس في أكثر من رياضة لعبنا بطولة مصر طلعت جسمة الثاني بالتنس الطاولة و200 متر الأول و100 متر جسمة حمان الأول الحمد لله أني يبت بالتنس الطاولة الأول ويبت بال100 متر الأول و200 متر يبت المركز الثالث وهذا الفوز حق الكويت الحمد لله أنا أغفع ذهبي عشان أغفع رأس الكويت أغفع الشكر على كابتن بلا الإدارة الله يحب أن أم العافية أنا أغفع رأس الكويت عشان أغفع ذهبي أغفع الكويت تفرح بس هذه النتائج سجلت علامة فارغة في تاريخ نادي الطموح وصلت الضوء على رياضة دولة عاغة ذهنية وأكست الإنجاز وروح التحدي من شباب الكويت ترجمة نانسي قنقر